موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جاي اليوم عشان أتكلم على موضوع من المواضيع المهمة جدا لنا مؤخرا والاهتمام بها بقى زيد موضوع مهم اللي احنا بقينا نسمعه كتير قوي من العيانين ومن الأطباء لمشاكله ولي أصعره الجانبي الموضوع دوت هو زيادة نسبة الكولسترول أو الدهون في الدم كل ما بقينا نسمعها كتير من كل الناس كتير قوي من العيانين يجي حتى في العيادة بيقول الأدوية بتاعته عمال يتكلم عنها ويطلحها يقول لك ده دوت دهون هو يمكن ما يعرفش ايه مشاكله يعني ايه فايدته او ايه مدى الاهتمام بيه ان الدهون جي بقت حاجة كتيرة قوي مؤخرا زيادتها الكولسترول والدهون بشكل عام احنا كنا في السابق بنسمع ان زيادة الكولسترول والدهون او كنا بنتوقعها في مرضى اللي هما قبار سن عنده مشاكل صحية عنده ضغط وسكر عنده حاجة يعني ايه بنقول انها متوقع يبقى عندنا مشاكل اخرى او يعني اللي هما يعني ايه عندهم وزن زايد قوي نما للأسف مؤخرا بقينا كمان نشوف زيادة نسبة الدهون والكولسترول في الناس اللي سنهم صغير بقينا نشوفها في اعمار في التلاتينات ويمكن في اطفال كمان اوقات وكمان بقينا نشوفها في الناس سريمة ما عندوش اي مشاكل صحية وبنا اكتشف انه الكولسترول زايد عنده وكمان وزنه مش زيادة ولا حاجة ده بقى كمان الكولسترول بيجي مع زيادات مع وزن يعتبر عاجي او فنطاق الطبيعي ده طبعا ما كانش في السابق بالنسبة لنا فلذلك اهتمامنا بيبقى زايد وكمان بقى داخل معنا في كافة المشاكل الصحية وكافة تخصصات الطب لأي حد مرأة طباء بيدخل معاه او بيتابعه او بيلاقيه له سبب او له داخل بالشكوى بتاعة المريض بتاعه طيب نقول ايه دلوقتي احنا عاوزين نتكلم عليه هنقول ايه هو بقى الكولسترول دوت وطيب بيجيرنا منين وازاي نقدر نحاول نحل مشاكلنا معاه وازاي نحاول نمشي صح وحياتنا تبقى ماشية كويس ما بقاش حازس ان انا عندي مشكلة ومشاكل كتير وخاصة الناس اللي بيبقى سنها كبيرة شوية بقى حاصة لكل حاجة بتاخد علاج ليها ومستاء ومتدايق ومش مبسوط في حياته شوي طيب ايه هو الكولسترول دوت الكولسترول دوت مادة طبعية موجودة في الجسم والمادة دي مش سم ولا حاجة دي مادة عندنا عادية موجودة الجسم بيصنحها وربنا خلقها لنا وهي مهمة هي مفيدة في تصنيع بعض الهرمونات في الجسم فيتامينات زي فيتامين دال اللي بيدخل معانا في العزام والمشاكلها وتكوين العزام وقوتها ايه قلنا في الهرمونات في وظائف كتير من وظائف الخلايا ووظائف الجسم بشكل عام فيبقى الكولسترول دي مادة موجودة وربنا خلقها لنا تبقى حاجة مفيدة اكيد وكويسة ماشي بس طبعا مفيدة ازاي مفيدة لان لها حدود او لها نسبة معينة ماشي هي بتجيرنا منين طيب هي بتيجي من الاصر ان الجسم عنده قدرة انه هو بيصنحها وكمان انا بخدها من الاكل بتاعي من الخارج طيب ايه هي الكولسترول باو ايه انواحها انا عندي ايه انواع يعني هنقول الانواع البسيطة للناس ان هي تهتم بيها او بتعرفها في التحليل بتاعتها عندنا يعتبر نوعين من النوعين المهمين اللي هو زي ما بنسميهم كده يعني يوم اسامع المياه بس احنا بنقول دهون سيئة او دهون جيدة حتى المريض بيعملهم في التحليل بتاعهم مريض لما بيعمل التحليل بيشوف النسب في بعض الناس اوقات يبقى شايف نسبة مرتفعة او يخايف منها ومتدايق فيعني بيجي نشوفها نراقيها لا ده النسبة بتاعت الدهون الجيدة او الكويسة اللي تعتبر حماية للجسم واحنا بنبقى عوزينها تبقى فيها زيادة وما تبقاش خطر بالنسبة لنا انما للأسف فيه الدهون السيئة هي دي نسبتها بتبدأ بقى تهمنا وناخد برنا منها ونبدأ نتبحها ونشوف هي يعني ماشية معنا ازاي واخبارنا ماشية بها ايه طيب ايه هو جاتينا منين ايه غير انها جاتيها منين ايه مشاكلها اللي احنا خايفين منها قوي كده احنا عندينا مشاكل كتير بقى اولا عندينا مشاكل الكولسترول دوت انه هو مادة دهنية يعني احنا حتى بنقول كده كحاجة سهلة للناس كأنها الدهون زي الدهون بتاعت الرحمة او الدهون بتاعت الاكل تخير الدهون دي موجودة على اديك انت بتشرها بصعوبة لا دي كمان ده الدهون دي بتبدأ تترصب جوه الاوعيات الدموية وجوه الشرايين وهنا بقى بتيجي مشكلتنا او بتبدأ لان هي بدأت تترصب فيعني الشيء كده زي الشرايين والاوعيات الدموية بعد مكانة انبوبة ماشية بشكل طبيعي مفتوح بدأت حاجة تيجي فيها في الطريق فبدأت تضيق شوية المسافة ايه ده طب انا المسافة بالنسبة لي ده حيقصر علي طبعا دي شيء مهم مهم في ايه مهم ان انا كده بدأت ان ايه الدم دوت كان بيغزي نمشي في الاوعيات الدموية بيوصل لاماكن مهمة بيغزي بيها اجزاء مهمة في الجسم القلب والمخ وبقيت وظيف الجسم كلها طب انا ما بقيتش قادر اكمل ان انا اوصل الدم دوت بنسبته او بالكمية بتاعته الطبيعية ده بدأ حاجات توقفوا في الطريق بتاعهم طيب كده ما بقاش موصل نسبة الاكسوجين والاكل والغزا اللي بيوصلوا لاماكن بتاعت الجسم اجهزة الجسم الحيوية فالجسم كده هيبدأ بالنسبالي يبقى فيه متأثر فيه جزء فيه مشكلة طب انا مشكلتي هتيجي منين انا مشكلتي كده الدم ما بقاش موصل كويس طب انا بدأت ابقى عندي مشاكل مع ايه اهم حاجة بالنسبالي انا بدأت اخاف عليها القلب وطبعا بقينا نسمع كتير قوي كلمة عيان محتاج بيه هيعمل قسطرة ده محتاج يركب دعامة ده هيعمل قلب مفتوح ده عنده مشاكل في القلب ده انا ماشي على ادوية القلب عشان عندي زي بيقولوا دي في الشرايين او عندي زي اعراض زبحة كلمة دي بقت كتير قوي وبقى تقعيبا معظم الناس بيقولوها او بتحصل معهم حصلت لي انا الدم ما بقاش وصل كويس للقلب الشريان ده ما بقاش شغال كويس بالنسبالي فبدأ يعني يتجمع الاكسجين مش وصله فبدأ اخرش بقى في اعراض الزبحة بعض الشر طبعا عن الناس بنقول ساعات لما الشريان ده يتقفل خارس ادخل في جرطة وتليف في عضلة القلب ومشاكل تانية فانا كده دخلت في اول مشاكل القلب لا ده انا كمان حبدأ بقى مشاكل ارتفاع الضغط زي ما بنقول كده الكلمة سائدة عند الناس اعرفها تصرب في الشرعين ده ناتج عن ارتفاع الكولستور والدهود اللي بقت مترصبة وموجودة في الاوعية الدموية بتاعتي فالترصبات دي بدأت تدخلني في مشاكل لا ده انا كمان دي كمان غير الترصبات انها موجودة بشكل عادي دي ممكن تبدأ تقفل الاوعية الدموية فدي كده يعني ممكن بعد الشر تدخلني في مشاكل ووفاة وحاجات يعني سيئة جمدة بشكل جامد جدا طيب كمان غير القلب رغم ان هو من الحاجات اللي بقت اساسية احنا بقينا كمان في مشاكل المخ ان طبعا الاوعية الدموية دي بتوصل دم للمخ المخ ده ما بقاش وصله الدم بالشكل الكافي الدم بتاعه بقى نسبته اقل ومش بالشكل كويس طيب نسبته اقل حبدأ اخش في ايه حبدأ الاقي حاجات كتير وشكاوة عدد كبير من الناس بيشتكيها وهو مش عارف سببها يعني الدم مش وصل للمخ كويس ساعات بنلاقي بعض مرضى من الدول او بعض الناس العادية يقولك بتجري دوار او دوخة ساعات نسبة انهم بتقع يغمى عليه او يقع ومفاجئ وما ياخدش باله هو سبب وقوعه ايه او ايه اللي حصله هو يعني يمكن ما حصش بنفسه او قاتل يقولك ده انا تكابلت ده انا تخبطت ده انا وقعت ما كنتش قاصد او ما خدتش بالي فوقعت لا ده هو يعني حاصل مثلا ان الدم مش وصل للمخ بشكل كويس فللاحظات فقد الوعي دم موصلش فقد الوعي فوقع وطبعا الوقوع دي اي حد وخاصة في السن الكبير شوية بنبدأ طبعا الكسور ومشاكل العظام ومشاكل الكسور ومشاكل كبيرة اوي وواسعة اوي وطبعا يعني ما هيش بسيطة لا المريض ولا الطبيب ولا اي حد طيب يعني دي بس اللي بتحصل لا للأسف كمان انا ببدأ ممكن يعملي الجلطات وجلطات بتاعت المخ ودي طبعا كتير او للأسف عندنا حتى في مصر ومع الناس كتير جدا يحصل الجلطات ونلاقي بعض الشر الشر النصفي مشاكل بتاعته النتجة بقى عنها في الكلام مشاكل كتير من نتجة عن الجلطة اللي بتحصل معنا طيب يعني ويبدأ بقى اخش بقى في المشاكل الصحية المختلفة ده عيان حصل الجلطة ده احنا بدأنا العيان ما بقاش يمشي بعد ما كان شخص طبيعي وبيتحرك بقى شخص ملازم الفراش ما بيمشيش كويس بدأ يبقى عندي مشاكل في المفاصل بدأت مشاكل العظام بتاعته تزيد بعد ما كان الشخص ده حياته ماشية ومنتظمة وبيخدم نفسه ده احنا كمان بدأنا يوقف لا ده محتاج حد يساعده حد يخدمه حد ينقله حد يتحرك يساعده في الحركة بدأت تأثر الجلطات والحاجات ده ممكن تأثر على العين على الرؤية على اي حاجة بالنسبة لنا في وظيف الجسم ان شكل اوعاية دموية بيختلف خاص يعني احنا معانا فيديو كده لو نشوفه بنبدأ نلاقي الدنيا بدأت ايه ده ده فيديو معانا دلوقتي يعني احنا شايفين فيه شكل الشريان او اوعاية دموية الدم ماشي ازاي فيها بشكل طبيعي نبدأ نشوف ايه ده ده ما بقاش ده بدأت فيه حاجة هتبدأ معانا في الطريق تدايقنا بدأت كأن فيه حاجة ظهرة كده بدأت تدايق دم وهو ماشي وتظهر في النص في استيكة بتاعته في الطريق بتاعه ده بدأت تأثر معانا ان هو مش مساعدانا يعني فيه صورة كمان نحن نشوفها يعني شكل اوعاية دموية اختلفت ازاي يعني شكل بعد ما كانت حاجة زي انبوبة ووسعة ومفتوحة لا الانبوبة هي بالنسبة لنا لو نشوف شكل الانبوبة الاولانية ازاي هي ووسعة ومفتوحة واتساعها عامل ازاي وشكلها ومنظرها عامل ازاي نيجي نبدأ نشوف الانبوبة التانية نبص فيها ايه ده ده الشكل اختلف كتير قوي معانا دي بقى فيها حاجة كأنها عاملة طبقات كده كإني مبطنها او حاطت حاجات جواها الطبطين دي 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 يأت جامد ده تخيل كده انا وانا بشوف المنظر دوت ان الدم كان ماشي في المساحة دي كلها بعدين المساحة دي بدأت تجاء ده كده بدأت تجاء بس ده انا ممكن شوية بشوية تبدأ كمان تتقفل تتقفل طبعا احنا زي ما قلنا دي مشكلة مهمة بالنسبة لي انا كده بدأت اخش في مشاكلها والاثاري الجانبية الكبيرة قوي بتاعتها وطبعا بقى يعني ايه ارتفاع الضغط ده ابسط الحاجات وبعض العيانين نلاقي حتى زيادة الدهون ظهرة معاهم زي حاجات تكاتلات عند العين حواليها حاجات كتر بيضة بترحصر معانا وحتى بنقول نشوف الدهون نسبتها عاملة ازاي حتى ادي الصورة تانية بنشوف شكل الاوعية الدمية ازاي بعد ما كانت موجودة دي كمان اتقفلت ازاي اتقفل بدأ يقفل خارس اذا ده الدم ما بقاش يعدي انا كده بدأت اخش في القفل دوت الحالات دي بقى ببدأ اخش زيادة في القلب ده العيان محتاج بقى يعمل قسطرة ويركب دعامة وفي بعض المرضى محتاج يدخل بقى في قلب المفتوح اللي بقينا طبعا نسمحها كتير او دلوقتي حتى في السن الصغير ما بقاش عندنا اللي هو بنقول الشباب ومش عنده ما عندوش لا ده احنا بقينا موجود معانا في سن الشباب وفي السن الصغير وطبعا في السن الكبير بكافة اعمار ومريضي يقول طب انا جاي من ايه طب انا سببه ايه طب انا مش مفيش حاجة معينة لا احنا عندنا اسباب اسباب جابته منين جيه منين الكولسترول دوت احنا قلنا انه هو مادة طبيعية موجودة في الجسم يعني الجسم عنده قدرة انه هو يصنحها وبينتجها عاجي طيب كمان هي بتجرنا من الاكل ماشي فهي بقت مادة خارجية كمان دخل علينا يعني احنا طبعا بنقول ان كل شيء موجود له فوايد فاحنا قلنا فوايده وبيفيدنا في حاجات تانية انما ربنا خارق كل شيء بنسبة وبعدد وبحجم معين فزيادتها هي اللي بتبدأ تعمل المشاكل ماشي فاحنا بنبدأ نحاول نقول لا نخلي بالنا من ايه ايه اللي جابها لنا احنا قلنا الجسم صنع جزء طيب واحنا كمان خدنا جزء من الخارج ودوة الاهم واللي احنا كمان في ادنا نتحكم فيه وفي ادنا ان احنا نزبطه لان هي ممكن الجسم عنده مشكلة انه هو بي زي تصنيعه فيه مشكلة في تصنيعه في المادة دي او في التخلص منها في الجسم طب انا عندي نقطة تانية الاكل بتاعي وطبعا دي بقت اهم نقطة لحاجة اساسية ان احنا عادتنا الغذائية خطأ للأسف عندنا مشاكل كتير منها تعالوا نشوف طب تجيرنا من ايه عندنا اول حاجة الدهون بالذات الدهون اللي في الرحوم الدهون يعني اللي رحم السمين شوية زي عدد كبير مننا بيكلوا وعادي وما بيهتمش كمان منتجة دي السمنة والقشطة والزبدة اللي في كتير من الناس والبيوت ولك لأ انا ماينفعش اطبخ من غيرها الاكل بيش هيبقى كويس من غيرها مستحيل اغيرها فدي برضو نقطة تانية مهمة ومعاها بقى الجبن كاملة الدسم والجبن المطبوخة وحتى السمن الصناعي والمصنع بكله بقى خطر بالنسبة لنا لان في المواد دي الدهون دي بتزيد بنسبة عالية فدي كده بقت ايه مشكلة وعندنا ناس كمان بتحقل بنقول ايه طب يا جماعة الدهن بتاع الفراخ والبط والحاجات دي بنلاقي ناس بتاكلها ويعني شايفانها حاجة عادية لا يا جماعة ده مش عادي الحاجات دي كلها بالنسبة لنا بقت مهمة دي بقت تعملي مشاكل دي بقت تزود لدهون في الجسم وفي كل حاجة عندي طب ما احنا ناخد برنا بقى ونبدأ نهتم فالناس بتقول طب يعني ايه احنا مش هناكل هنبطر كل شيء كل اكل لنا وحش ما ناكلش حاجة لا يا جماعة في اكل كتير قوي وبنقول بنحاول نحطه بالنسبة لنا مش كنظام اكل بس كنظام لحياتي بشكل عام ده احنا كمان بش بناكل ده احنا بنقول عندنا انواع اكل كمان بتخفض كمان الكولسترول والدهون دي في الجسم يعني مش بس كمان هتبقى مفيدة بالنسبة لنا ان انا ما تعليش عندي النسب دي ده انا عندي حاجات بتخفض النسب يعني كون حاجة تخفض النسب دي حاجة حلوة قوي يعني ده انا كده بدأت احل مشاكل كمان من غير علاج وحتى لو حاخد علاج كمان حقدر اخفض الجرعات بتاعتي الادوية بتاعتي اللي بتداري الناس انه عنده شنطة دواء وعرب ادوية بياخدها كتير قوي طيب ايه انواع الاكل دي بالنسبة لنا عندنا بعض الحاجات زي ايه اسهل حاجة وكتير وسهل السمك انواع الاسماك كتير منها وبالذات الاسماك الدهنية اللي فيها دهون شوية دي بتبقى فيها نسب فيها مواد بتخفض الكولستور ان هي بتبدأ تاخد المواد جي من الجسم وتتخلص منها خارج الجسم زي اسماك التونة التونة جي من حاجات السهلة قوي بنقول الناس حطها في جدورك حطها من الاكل السهل اللي في البيت مش تعمل اكل ومش هتطبخ ومش هتعمل خلاص انا ممكن احطها بدل ما اعد ايه اعمل حاجات فيها سمنة وفيها زيت كتير عندي سمك المكرر متوافر وسهل وموجود كتير حتى بنقول ممكن اعمل حاجات دي ما شوية مش لازم حتى ان انا ايه ابدأ احطها بنظام الزيت والقلي والسمن والحاجات اللي هي ما بتبقاش كمان مفيدة كمان عندي السردين وعندي المكرر وسترامون يعني انواع سمك كتير ده كمان السمك مفيد بالنسبة لنا انه هو مش بس بيخفض الكولستور ده كمان بيفيد عضرة القلب انه عندنا مادة بنسمع عنها اسمها الاميجا سري دي مادة موجودة في السمك موجودة بنسبة عالية بتبدأ تخفض تفيد الجسم وتفيد القلب وتفيد وظائف القلب والغضرة دي بشكل كويس فيبقى كده السمك فدمي كتير احنا كمان منظمات هي محافظة على القلب والحماية للقلب والاهتمام بيه بقت تنصح بان احنا ناخد السمك مراتين لتلت مرات اسبوعيا ويحنا احنا بنقول ان السمك ده شيء متوفر وسهل وبسيط ومتوفر لكافة الناس عندنا كمان الزيت يا جماعة نبدأ نحط انواع زيوت كويسة نطبخ بيها يعني دايما بنقول بلاش تحط السمنة حاطة سمنة وزبدة طيب ما نحط مثلا زيت الدرر زيت عباد الشمس زيت الزتون زيت السمسم ومعظم انواع الزيوت النباتية ما فيهش مشكلة بالعكس ده بتفيد كمان الجسم والدهون ان هي بتخفضها مش بس بتساعدني دي كمان بتخفض طب ده انا مستفيد منها كتير قوي زبدة وموضوع دوت مضيقها ومعتاد عليه طب بنقول خفضي الكمية نحط جزء من السمنة او الزبدة دوت ونكمل بالزيت العادي او بعيد انواع الزيوت النباتية دي كده هتفيدني وحتبقى حاولت احل جزء من المشكلة وحاولت ادي حماية كمان للجسم وحاولت اساعد الجسم انه يتخلص من المادة دي اللي عنده عملاله مشكلة طيب عندنا ايه تاني عندنا خضار عندنا خضار بشكل عام وبالذات معانا البامية والبتنجان فيها مواد بتساعد انها تخفض الكولسترور عندنا الفكهة عندنا بالاخص بنقول التفاح والعنب والموارح بطقان والشتفنزي واللمون والجوافة والحاجات اللي فيها فيتامين سي بشكل اساسي دي بتخفض مادة الكولسترور بتساعد ان هي تخفضها داخل الجسم والحاجات دي بنقول متوفرة كتير قوي فيعني ايه ما نصعبش على نفسنا حتى الناس اللي بتحب ايه تأكل حاجة حلوة طب ما تاخد حاجات حلوة او مسكرة من الفكهة بدل ما تحطها اساسي من الحلويات اللي دايما بيبقى فيها سامنة وفيها اشتا ومع مضاف كريمة وفيها الدهون وفيها يعني نسبة عالية من الحاجات اللي احنا بنشتكي منها فبنحطها كده في جدوارنا كمان عندنا بنقول مقصرات بكل انواح البندق والروز والفول السوداني بس طبعا بنخلي باننا منها اللي بياخدها بناخد كميات قليلة منها لان هي قابة فيد في تخفيض الدهون بس تخلي باننا الناس اللي وزنها بيزيد او عاوزة تتابع الضيط بتاعها او وزنها ما بنزوجش منها بناخدها ككمية بسيطة بالنسبة لنا فبقت دي كده بالنسبة لي شيء كمان مفيد طيب ده احنا كده ممكن نستفيد من الاكل بشكل كبير قوي يعني احنا كمان عندنا حاجات تانية غير كده عندنا البقليات الفول والعاتس والروبيا بكافة انواحها طب يا جماعة ما احنا ممكن نحطها في الفطار بتاعنا بدل ما نقعد نقلي ونحمى الحاجات طب يعني هنحط فول وكلام ده بس دايما بنقول نحط فول دايما نخلي برنا اللي بيحب زيت بحط زيت بسيط حاجة كميات قليلة لان يعني بيزور الوزن بالنسبة لي فاحنا بنحط مثلا زيت زتون او اي زيت من الزيوت الصحية بنسب بسيطة عشان ما ازويتش الوزن وكمان ما ازيش نفسي بلاش بقى نحط زمنة يعني بلاش بقى العادات نحط زمنة وزبدة يعني نجي نفسنا محاولة نقول نجرب الاكل دوت ان انا اعمل حاجة تكون صحية ومفيدة وحاجة طعمها حلو مش لازم طعمها وحش احط بهارات مثلا على الفول او على الاكل بتاعي واحط عليه زيت وحط عليه خضار حط طماطم حط خص حط خيار حط فلفل كل الحاجات دي بقت مفيدة حط لامون بقيت مفيد بقت الوجبة بتاعتي بتخفضري الكولستور والدهون وكمان بتفيدني وبعده مش مكلفة وسهلة ويعني ايه بتفيد لكل الناس ده انا ممكن اي حد في اي مكان يزبطها وياكل اكل صحي كمان عندنا حاجة من حاجات السهلة اللي موجودة دي ووقتي وبدأت تظهر اللي هي الشوفان الشوفان بقى كتير قوي وما حدش يقولي انه مش متوافر ده كتير وبقى الخيص متوافر في كل الاماكن في السوبر ماركت وسهل العماير جدا سهل قوي ان انا اعمله شربة ان انا بحطه وبضيفه شوية مية وبقى اغريه وخلاص على كده وبقى من الحاجات المغذية جدا وبقى طعمه كمان حلو وظيف بالنسبة لي وبيفيدني وبيساعد الجسم اولا مفهوش سعرات عالية وبينزل الكولستور وطعمه حلو كمان ومفيد لحاجات كتير وفيه فيتامينات وفيه امرأخ في فوايد كتير قوي بنقول الناس حطه ده فيه ناس كمان بتحب تحطه على الزباجي كوجبة تفطر بيها او تحط عليه لبن او نعملوا شربة كأسهل شيء او نحطه مثلا على شربة خضار او انواع الاكل الاخرى ايوان معنا تصارد الوقت استاذ احمد اهلا وسهلا السلام عليك عليكم السلام اهلا بيك بعد ايضا احنا كنت ايضا انا بعض فترات كبيرة جدا برا برا البيت وداكل دايما اكلات جازة فعندي في منطقة البطن فيه دهون ايوان كنت عايزة اتخلص منها بحكم ان انا شغلي شغلي اداري ايوان ايوان حراكش كتير طبعا اوكي كنت عايزة اعرف من حراتك يعني نمشتة كده سريعة ازاي ان انا اخلي بالي بنا نحصل لكلسترول وامروض حاضر طبعا شكرا انتصار طيب يعني ده جلنا سؤال مهم احنا نعمل ايه او ايه اللي احنا نخلي برنا منه دي طبعا حاجات المهمة الناس اللي بتشتغل وقت طويل طب يا جماعة ما تيجي نحاول نزبط اكلنا وخاصة الناس اللي اعمالها مكتبية وبدأت كمان تبدأ زيادة في الدهون ده احنا شغلنا ما بنتحركش كتير دي بقت كلمة الناس اللي قاعدة في الشغلها في الشارع وبتشتغل وقت طويل جدا وكتير قوي دلوقتي نحاول ناخد انواع يعني بنقول مثلا ايه من ان ما تحاول تجيب مثلا غدا او تجيب اكل حتى الناس اللي بتجيب الاكل الجاهز من المحلات الفاست فود وهو دوت مشكلتنا اللي بقت مشكلة رئيسية وبتزود علينا مشاكل دي كلها دلوقتي احنا بنقول ايه طب هاتي حاجات المشويات يعني بلاش يجيب البنيهات والكلام دوت في الجاهز ما تجيب الحاجات المشوي فراخ المشويات يشتوق السمك مشوي حاجات بالشكل ده ما نحط تونة كعربة تونة بقول احطها كشيء سهل في الشنطة بتاعتي او في ضرج مكتبي وبتفضل موجودة وانا جعان مثلا وقت الغداء افتحها واكلها فبقت حاجة بالنسبة لي مفيدة وما تزودنيش في الوزن اجيب حاجة زي ساندوت شاترفور بشكل عام لحد كبير ما فيهاش مشاكل بالنسبة لنا نحط فاكهة يعني دايما بنقول ايه حاول تشير فاكهة معك في الشنطة بتجوع كتير وبتبقى عاوز تاخد حاجة حلوة طب ما ناخد فاكهة بدل مزنق نفسي انا جيب باقيه بسكورتات وشوكارتات وفي حاجات كتير منها للأسف مضافة اشتر سمنة واسترمنا نباتي والانواع الاسمنات اللي بش مفيدة وقت سيئة فبقى زيتني ما فدتنيش ودايما بنقول نحاول نزود مجهودنا يعني حتى بنقول ايه منين ما تقدر امشي ان احنا محتاجين دي رشدة اساسية في العلاج بتاعنا او في الجدول بتاعنا الاكل بتاعنا شيء اساسي والمشي والرياضة بنقول يعني مش لازم نقول الناس تجري معظم الناس اللي بتشتغل ما عندوش وقت انه يعمل رياضة ما عندوش وقت يروح نادي طب امشي يا جماعة دولي دايما بنقول الناس اللي عندها زحمة في الشغل امشي امشي ازاي طب انا بقول الصبح انا حركب مثلا في اوتوبيس حيجي اخدني طب خلي اوتوبيس يبعد عن بيتك محطة وامشي المسافة دي حط لنفسك عشر دقايق ما زادتش كتير بتاخد مكروبس او مواصلة لغاية مكان وحتاخد حاجة تانية سيب واحدة من المواصلات دي فوتها وامشي الوقت دوت قبل ما تقو انت راجع بيتك مش لازم اوتوبيس نزلك قدام باب بيتك مش لازم تركب مواصلة تانية امشي المسافة دي احاول حط عربيتي مش لازم احطها قدام الباب المكان اللي باشتغل فيه لا ده انا ممكن اسيبها بعيد شوية وامشي شوية اماكن مثلا حول نروح نلاقيها زحمة احنا بقينا نشتكي من زحمة كتير قوي دلوقتي حلاقي المكان زحمة طب ما تسيبها عربية واتنقل مثلا ببعض المواصلات او بحاجات تبقى معقولة شوية زي المترو واحاول امشي مسافة اللي هتبقى الدنيا زحمة ومزعجة ده انا امشي في المسافة دي يعني دي احنا عندنا رشدة سهلة بنقول ايه بنقول لكل الناس بشكل عام اي حد المفروض يتابع يعني ايه قيس نسبة الدهون ونسبة الكوليستور في الدم وفي الجسم اسها بحاجة كياس روتيني نقول حتى كل سنة للناس الليه صغيرة في السن شوف الدنيا ماشي ازاي معاك ما تسبش نفسك ماشي وانت مش عارف وتفاجأ ده انا ضغطي عري ده انا عندي سكر ده انا عندي شكوى من القلب ده انا عندي شكوى بعض الشهر جالي حاجات زي جلطات مؤقتة او شيء من كده طيب انا اتابع وبالذات بنخص الناس اللي عندها مشاكل صحية ايه عنده سكر عنده ضغط عنده مشاكل في اوعد دمو عنده اي مشاكل ايه سدهون يا جماعة وزنك زايد بتدخن كمان التدخين مهم معانا ايه سدهون سنك كبير عندك تاريخ مرضي عندي كذا حد فعرتي قريبي مش عارفة خالي عمي كذا حد اشتكر من مشاكل القلب او الضغط او كده لا بقى يسدهون انت مستني ايه ما تقعدش بتفوت وتسيب الموضوع وانطنش وانو مش مهم مش هيكون في حاجة كعادتنا احنا بس بينه فاجأ انعدي مشكلة لا ده انا لو تبعت من البداية انا ممكن اتجنبها وحل مشكلتي انا محتاج ايه انا ممكن احتاج لو وزني زايد كتير من عيانين لو وزنهم زايد والنسب مش عالية في الدهون بنقول طب تعالى ما نمشي على نظام للأكل ونظام للضايت ونظبط أكلنا ونبدأ نمشي ونزود الرياضة والنشاط بتاعنا ونشوف نسبة الدهون ايه اخبارها ايه لو نسبتها عالية قوي انا محتاج علاج وبدايما بنقول جماعة ما توقفش العلاج ما تطنش دايما الناس الكبارة في السن عنده شنطة ادوية مدداي طيب معنا معنا اتصال انا سامع معي اهلا نوز اهلا بيك ايه بروحكي دكتور انا جالي ضغطي وطا كده من 3-4 ايام معيش صوت بس اعملت بشرة بسوايل كتير قوي وعملت ايوة اشاكم للضغط اعملت بسوايل كتير قوي اعملت ايكو تشيبسي وعملت انا بضيتي خايفة ادخل اه بتاخدي سوايل وخايفة تدخل اوكي ماشي حاضر اهلا دايما بنقول يعني الناس بتاخد مشروبات او بتاخد حاجات او ضغط يواطي دي شاكوة بنسمعها كتير طيب انا ممكن ازود الضغط او ارفعه من غير ما ااخد حاجات تبقى غلط اولا بنقول نزود المرحي شوية فاكلنا ماشي ده حاجة سهلة وناخد مشروبات ناخد مشروبات كويسة اه زي ايه انا عندي مشروبات ترفع بالنسبة لي الضغط او ترفع حاجات دي احط حاجات زي ايه يعني بنقول الارفة اه ارفة بالجنزبير بنشرب كمون اه بنحط ممكن اشرب اخضر اه انواع المشروبات اللي ممكن استخدمها ومحتاجش فيها ان انا احط سكريات كتير وعندي عصير برطوان كمان ممكن احطه معنا اتصال تاني استاذ ناجي اهلا وصحرا السلام عليكم عليكم السلام الله يخليك في مزل سحتك ربنا بركك حضرتك انا عمل صممين مغير صممين عندي ايه افندك مش صلص مغير صممين الاورت والمترالي اه عندي صممين ايوة ايوة تفضل ايوة فيهم مشكلة حضرتك بتقولي ايه سدهون ايه سدهون ازاي دلوقتي اه حاضر انا وضع حضرتك اه هو احنا السؤالنا ازاي نقيس الدهون يا جماعة موضوع بسيط انا بتوجه لأي معمل تحرير عادي انا حقول حطرب من المعمل اياس نسبة الدهون يعني ده ككلمة سهلة او كلمة بسيطة بياخد عيني الدم بسيطة مفهاش اي حاجة هو بطرب منه اياس نسبة الدهون هو بيعملهم يوم تلات او اربع حاجات بيطلعهم لي وبيطلع لي النسب بتاعتهم حتى يعني هو انا بكل بساطة بشوف حتى ارقام بتاعتي بسأل المعمل انا الارقام دي مش يزاي اذا كنت انا مش حظور الدكتور او مش حامل اشوف الارقام بتاعتي نسبها في النسب الطبيعية ولا وضعها اين بدأت الاقي النسب بدأت زيت شوية او مش متزبطة وبالذات زي ما قولنا الدهون السيئة عالية معنا فلا انا اخلي بالي كده ابدأ ايه اقف بقى شوية اذا اكلي اين لان احنا دايما بمشكلتنا وبنرفو فيها وبنقف انا اكلي فين دايما بنقول بلاش يا جماعة تاخد الاكل اللي هو فيه يعني اللبن خلي اللبن نص دسم او بلاش خلي الدسم اذا بدايك قوي نص دسم بلاش اخد الزبادي كاملة الدسم اذا امكن بلاش احط هي الجبن المطبوخة والجبن كاملة الدسم بنلاقي نص دسم كويس ونص دسم بنلاقيه كويس وشكله وطعمه كويس بالنسبالنا وعندنا كمان ان احنا قولنا نحط السمك مرتين لتلاتة في الاسبوع وكمان نحاول نحط كمان اكلنا حلو ودايما بنقول نطبخه اكلنا يبقى طعمه حلو ملاش الاكل ايه احس ان انا متعذب كده وانا بس اللي باكل اكل طعم وحش والبيت كله اكله حلو احط اكل عليه توابر احط بهارات اعمل اكل احط بصوص بشكل كويس من غير زيوت ودهون عالية وتبقى طعمها حلو هتبقى مفيدة كمان بالنسباني ده احنا كمان بقينا مؤخرا نقيس كمان نشوف شكل الجسم يعني هو شكل الجسم حتى بنقوله هو شكل الجسم شكل التفاحة اللي هو فيه تجمع دهون في البطن يعني عندنا صورة روين فهنا نشوفها تجمع الدهون دوط في البطن بيجمع معايا بيديني شكل اللي هو ايه اقيت اشوف الشكل ده اقول بقتشوف الشكل ده اقول اده متوقع الدهون عنده زيادة من شكل الجسم بس اللي هي نسب إحنا بسيطة بالنسبة إحنا بنشوفها فبقى بالنسبة الموضوع مش صعب الموضوع سهل أحط كده نظام الحياتي أنا مش هقول أنا بس اللي ماشي لا ده أنا هطبخ أكل وأكل طعمه حينه دايما بنقول الناس ما تخطش نفسك إنك أنت عيال ولا أني أنت ماشي على ضايد ولا أني أنت بس اللي محتاجة تاخد أكل لوحدك لا ده أنا الأكل اللي بيت كله المفروض يبقى مفروض يبقى النظام لحياتي كنظام صحي ونظام مفيد لي والغيري والأولادي وما عدش أطنش أقول أصلي أولادي صغيرين محتاجين الدهون لا بالعكس أنا محتاج نسب بسيطة فالنسب اللي احنا بنزودها دي ما بتفتش بالعكس دي بتأذينا وبتأذي الأولاد ودايما طبعا دلوقتي بقى الأكل الجاهز وهو المتوافر وأولادنا بقى يجيبوه في كل الأماكن والنوادي والمدارس فبقى مشكلة فبنحاول نخلي بالنا نحاول ندي طب نعلمهم حتى عداد غزائية صح طب خد إيه عصير زي عصير برطقان من الحاجات الكويسة طيب حاول مثلا تاخد فاكها معاك وإنت رايح في أي مكان طيب يعني إذا أم كان وجدت جيب أكل هتخليك في الحاجات المشويات والحاجات دي أحسن حالا شوية من الحاجات المقرية واللي مقتوض فيها ذات وثامنة إن إحنا عارفين إن كتير من الأكل الجاهز بيعتمر على زيوت والدهون بتدي ريحة حلوة وبيدي طعم بقفة بيخلي الشخص يأكل وياخد زيادة فنخلي بالنا نحط حاجات تساعدنا ما تصعبش علينا الموضوع ونحطه كده كنظام ونحاول نتعود عليه ونقول لأولادنا الأكل ده مش كويس نحاول نديه معلومة يعني إيه وش مش مهم ده طفل لا مهم بالنسبة لنا ونتمنى لحضراتكم يعني دوام الصحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة